بحث أمير الجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية لواء ناجي المغربي مع مراء الوحدات التابعة للجهاز آخر المستجدات الأمنية بمنطقة خليج سرطة وناقش خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز بمنطقة لبريغا غرب مدينة جدابيا ألية تنسيق المشترك بين جميع الوحدات لتكثيف الجهود لتأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في الحدود الإدارية المكلفة بتأمينها من قبل الجهاز وأكد المجتمعون خلال الاجتماع على جهوزية كافة الوحدات الأمنية والوحدات العسكرية المختلفة بالعمل المشترك للمجاهرة بالأمن في تلك المناطق